موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرامين ما تكون و اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم هذا البرنامج الذي نناقش فيه ابرز ما طلعتنا به الصحافة المحلية والعربية من قضايا وعناوين خاصة بشأن اليمني والبداية بجولة سريعة في ابرز العناوين في الصحافة المحلية موسيقى البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقرأ الاجهاز على مجامع حوثية في معارك هي الاعنف بين الجوف ومأرف الحديدة ميليشيا الحوثي تستهدف حفل زفاف بمدينة حيس واصابة امرأة فيما اقفل الحوثيون اقسام اللغة العربية قناة ايرانية تعرض تخرج دفعة سليماني للغة الفارسية لاكبر الجامعات اليمنية قافلة اغاثية اماراتية الى موزع لمساعدة نازحية البرح صراع النفوذ بين الحوثي والمشاط يتجدد على رئاسة نواب صنعها الى وكالة خبر وفيها الحديدة ميليشيا الحوثي تستهدف حفل زفاف بمدينة حيس واصابة امرأة ميليشيا الحوثي تلجو الى التصعيد العسكري في جبهة ابيان والبيضاء قتلى وجرح حوثيون في قصف مدفعي لمقاومة البيضاء ورجال القبائل في الصومع بينهم خمس مائة وثمانية وعشرون قياديا ميليشيا الحوثي دفنت الفين ومائة وستة وعشرين قتيلا من عناصرها خلال اربع اشهر الهجرة الدولية المناطق القريبة من مأرب والجوف الاكثر تضررا من الحرب الى موقع الساحل الغربي الموقع الرسمي للقوات المشتركة وفي اول عنوينه اطلاق الساحل الغربي الموقع الرسمي الجديد للقوات المشتركة وفيه ايضا هونات الارهاب الحوثي تمطر ليلة القرى في الدريهمي في عاصمة الحديدة ندوة نقاش حول مخاطر تسرب خزان صافر على بيئة البحر الاحمر احباط تهريب ذخائر لميليشيا الحوثي جنوب الحديدة النقاط الطبية ليلوية العمالقة في حيث تخدم المواطنين والنازحين على مدار اربع وعشرين ساعة الى موقع عدن الغد وفيه السلطة القضائية والنيابات في شبوى تعلق عملها المحافظ لملس محافظ عدن يقوم بالزيارة مفاجئة لمبنى البريد ويوقف مديره العام مسؤول حكومي يحمل الحوثي مسؤولية تفاقم الوضع الانساني في اليمن معلم عدني يبتكر طريقة مميزة للتعليم عن بعد في زمن كورونا الى موقع نيوز يمن وفيه نقاط ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع احد عشر قياديا عسكرية صحيفة هندية ميليشيا الحوثي تحتجز هنودا كرهائن مقتل وجرح حوثيين في قصف للمقاومة في البيضاء الجيش يسقط اربع طائرات حوثية مفقخة فوق نهم الى صحيفة الشارع وفيها نطالع مواجهات عنيفة مع مسلحية الحوثي حول معسكر ماسا الاستراتيجي في مأرب وقصف يجبر الحوثيين على التراجع ميليشيات الحوثي تعرق المساعي فتح طريق الفاخر اب وتطلق النار لمنع السيارات والمركبات من المرور فيها وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والامن يقدم استقالته بسبب استمرار الانفلات وتستر قادة الجيش على المطلوبين امنيا اكتشاف مقص داخل بطن جريح بعد اشهر من اجراء عملية جراحية له في مستشفى بمأرب القوات الحكومية تعلن احباط هجمات حوثية انتحارية متواصلة في نهم شرق صنع قوات الامن في الضالع تحرر الطفلة مختطفة وتعيدها الى اسرتها وتقبض على خاطفها ميليشي الحوثي تقصف منزل نازح في الحواك بصاروخ كاتيوشا واخيرا معلم وشميتين يناشدون محافظ تعز اعادة المبالغ المستقطعة من مرتباتهم واطلاق رواتب المتوفين من زملائهم الان الى جولة سريعة في ابرز ما طلعتنا به الصحافة العربية من قضايا وعناوين خاصة بالشأن اليمني البداية من صحيفة الشرق العوسط وفيها نقع قالوا ان استمرار الخلاف يصب في مصلحة الحوثي وايران يمنيون ينتقدون الانتهازية السياسية ويحضون على تنفيذ اتفاق الرياض وفي التفاصيل يترقب الشارع اليمني الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور عام على توقيع اتفاق الرياض ونحو 13 اسبوعا من تكليف معين عبد المالك لتشكيلها وانتقد السياسيون يمنيون ما وصفوه بانتهازية الاطراف السياسية التي ادت لعرقلة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الاطراف المؤيدة للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وعلى ذات الصحيفة ايضا مستشار هادي تشكيل الحكومة اكتمل والاعلان قريب ومن صحيفة الشرق الاوسط الى صحيفة العرب اللندنية وفيها قلق وترقب في الشرق الاوسط من القادم المألوف بايدن الخليج نقطة ساخنة لتغيير السياسات وتصفية الحسابات وكل الاحتمالات مفتوحة في العراق وليبيا اما ما يخص في الشأن اليمن فقد قالت الصحيفة الحوثيون ياملون في رفع العقوبات الامريكية التي فرضها ترامب على طهران والعودة للاتفاق النووي وتحول موقف واشنطن من التحالف العربي ووقف الدعم الامريكي المقدم للعمليات العسكرية في اليمن في اسبوتنك الروسية نقرأ قياد يمني في المؤتمر الشعبي العام يتهم الحوثيين بالاستيلاء على منزله في صنعاء وفي التفاصيل اتهم القيادي البارس في تنظيم المؤتمر الشعبي العام اكبر الاحزاب في اليمن ياسر العواضي يوم الاحد جماعة الحوثيين بنهب منزله في العاصمة صنعاء وسط اليمن من قبل نجل مؤسس الجماعة وقال العواضي وهو الامين العام المساعد للمؤتمر في تغريدة على حسابه في تويتر من صديق نبلغه بقيام علي حسين الحوثي باحتلال بيته المنهوب في حي السفارة الالمانية في صنعاء والسكن فيه واضاف ان هذا ليس هو المهم ولا هم بدأت التضاح للناس مقرات وسكن قيادات الحوثيين معتبرا ذلك مؤشرا على انه طاب لهم المقام في اشارة الى القيادات الحوثية من الصحف المصرية نقرأ والبداية من صحيفة الاهرام مستشار الرئيس اليمني تشكيل الحكومة اكتمل والاعلان قريبا وفي التفاصيل اكد مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي اكتمال اللمسات الاخيرة المتعلقة في تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن عالية تسريع اتفاق الرياض بين الشرائية والمجلس الانتقالي الجنوبي متوقعا ان يعلن عنها في غضون ايام وفي الصحف المصرية ايضا لكن هذه المرة من صحيفة اليوم السابع التحالف العربي يدمر تعزيزات للحوثيين في محافظة الجوف ومن الصحف السعودية نقرأ والبداية من صحيفة مكة الجيش اليمني يسقط اربع طائرات حوثية مسيرة مسام يفكك ثمانمائة واثنتين وستين ذخيرة غير منفجرة وسبع بوات ناسفة خلال اسبوع وفي صحيفة اليوم التحالف يدمر طائرة بدون طيار مفخخة اطلقها الحوثي باتجاه المملكة ومن الصحفة الاماراتية والبداية من الامارات اليوم تحرير سلسلة جبال بالجوف وتدمير منصة صواريخ حوثية في صعدة استمرار المعارك في مأرب والضالع وتعز وصنعاق وفي صحيفة ايضا اشتباكات حوثية حوثية في صنعاق اما في صحيفة الاتحاد عشرات القتلى الحوثيين بهجمات فاشلة في نهن اذا كما تبعنا ركزة الصحافة العربية على اتفاق الرياض وعلى ما اسمت صحيفة الشرق الاوسط الانتهازية السياسية التي تعيق تنفيذ هذا الاتفاق والاطماع الحزبية والمصالح الضيقة على المصلحة الوطنية وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية لمناقشة هذا الموضوع ولماذا تأخر هذا التنفيذ ولماذا كل فينة واخرى يخرج علينا مستشار لرئيس او ربما حتى وزير يقول لنا بان الحكومة قد اقتملت والاعلان قريبا ثم لا يأتي ذلك الاعلان مناقشة هذا الموضوع يسرني ان يكون ضيفي الاستاذ محمود الطاهر الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك استاذ محمود اهلا وسهلا بك وباستاذ المشاهدين نبدأ النقاش بعد فاصل قصير اذا استاذ لو بدأنا بما طرحته صحيفة الشرق الاوسط وما اسمته الانتهازية السياسية لدى الاطراف اليمنية والتي تعيق تشكيل هذه الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض الى اي مدى تتفق مع هذه التسمية صد محمود نعم اهلا وسهلا بك مرة اخرى وباستاذ مشاهدي قناة اليمن اليوم في الحقيقة طرحت صحيفة الشرق الاوسط مصطلح سياسي خطير في هذا التوقيت وهو حقيقي ويعني الانتهازية السياسية بمعنى تعريفها العام هو خطة او سياسة تقوم على انتهاز استغلال الفرص واستغلال الفرص وكذلك من اجل من فعاء العامة ولو كان ذلك التنازل عن المبادئ والقيم وهو بالفعل ما تقوم به جماعات الاسلام السياسي وخصوصا الاخوان المسلمين وفقا للمعلومات الواردة الينا فان المكونات السياسية التي تم التحاور معها لتشكيل الحكومة حكومة المناصفة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية تم الانتهاء منها تماما لكن الاخوان المسلمون يمارسون الانتهازية السياسية فرأوا بان هناك شخصيات ووزراء وحقائب وزارية لا يتضررون منها خلال الفترة المؤولة او ربما قد يفقدون مصالحهم ولذلك اعترضوا على كافة على العديد من الاسماء والحقائب الوزارية مع ان لديهم خمس حقائب وزارية يعني اربع تم تخصيصها لهم وحقيبة وزارية من النصيب المجلس الانتقالي الجنوبي فالاخوان المسلمين حتى في اجتماعات المؤتمر الشعبي العام ارسلوا شخصيات موالية لهم وكانوا يريدون يفرضوا هذه الشخصيات لكي تكون حاضرة في الحقيبة الوزارية وبأسمن المؤتمر الشعبي العام حتى يتمكنوا ويستمروا في السيطرة على القرار السياسي شبيل لكن السيد محمود ربما البعض يقول بان التعقيدات اكبر من ذلك بكثير ليس الموضوع موضوع حقيبة وزارية او ما الى ذلك بقدر ما هو اتفاق على تنفيذ هذا الاتفاق خاصة ما يخص الجانب الامني والعسكري وان هذه العرقلة يتاتي بسبب الجانب الامني والعسكري وعدم تنفيذه وفقا للاتفاق الرياض هناك كان يفترض ان يتم تنفيذ الاتفاق العسكري لكن المجلس الانتقالي بدأ قبل ذلك اعتقد قبل بعد اعلان تنفيذ آلية تنفيذ اتفاق الرياض بدأ في تحريك القوات وبدأ في انسحاب لكن ما حصل هو بان القوات الحكومية او بن قوسين الموالية للاخوان المسلمين بدأت تتحرك في اتقاه شقرة بدأت فتحت جبهة جديدة وهو ما اخرى هذا يعني بمعنى ان هو المشكلة ليس المشكلة في تنفيذ اتفاق الرياض او يعني تنفيذ البندل في ما يخص الجانب العسكري او السياسي لكن هناك مشكلة يعني نقرأ من خلف ذلك ان هناك اجندة يتم تنفيذها اجندة دولية مثلا نقول بالدعم الاخوان التركية وكذلك ايران تعمل هذه الجماعات او المكونات السياسية بن قوسين الاخوان المسلمين المتواجدة ضمن مكونات الحكومة اليمنية او من تسيطر على الحكومة اليمنية تنفذ تلك الاجندة لكن سيد محمود فقط انا الاحظ انك ربما تذهب في اتجاه واحد وكأن المعرقل هو اتجاه واحد فقط البعض يقول بان الجميع المكونات يجب ان تلتف ويجب ان تقدم التنازلات ما رأيك حتى الان انا ارى بان هناك تنازل كبير يعني قدمها مثلا المجلس الانتقالي القنوب مثل ماذا حقيقة يعني مثل ماذا مثلا تخلى عن الادارة الذاتية يعني كان لديه سقف كبير مثلا وهو الانفصال تماما يعني كما نعرفه تقد تنازل عن ذلك وقبل بان يكون هناك شراكة مع الحكومة اليمنية وفقا لاتفاقية الوحدة اليمنية 1990 جميل لكن البعض يقول بان هذه الشراكة لا يمكن ان تتم الا ان تم بالفعل صدق النواية في هذا الجانب ان يتم دمج الملف الامني وتنفيذ الملف الامني والعسكري هنا سنشعر بان بالفعل الجميع ذاهب في صف واحد نعم انا لا يمكن ان احكم في هذا الوقت وهناك اختلاف او تباين في وجهة النظر في الوقت الحالي لكن انا ساحكم عندما يكون ذلك منفذ على ارض الواقع ولو عدنا قليلا لرأينا مثلا عندما القوات المشتركة ضمنها الوية العمالقة فين وصلت الى قرابة يعني الى ما قبل خمسة كيلو من ميناء الحديدة وكذلك الان هي في اطراف الضالع وفي مناطق اخرى تقاتل يعني حررت المحافظات الجنوبية بشكل كامل بمعنى ان هناك خلل في الحكومة اليمنية وليس في الجانب اخر انا لا يمكن ان انا الوم مثلا في الوقت الحالي المجلس الانتقالي القنوبي لانه فيما سبق ثبت انه يقاتل على الارض ضد المشروع الايراني ضد الخطر الاوحد للجمهورية اليمنية والوطن العربي لكن في التالي انا ممكن بعد ما يتم تنفيذ الحكومة الاعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية والبدع في توحيد القهود من بعد ذلك ممكن نحكم من هو المعرقل لكن في الوقت الحالي انا ارى بان المعرقل الوحيد هو الاقوان المسلم وحزب الاصلاح والدليل على ذلك هو محاولة تعرقلت الاعلان عن الحكومة اليمنية وفي نفس الوقت يرفض الاسماء المرشحة من المكونات السياسية ما علاقته بذلك لماذا يرفض ما دخله البعض يطرح ايضا ان هناك مطالبات ايضا من الاطراف الاخرى باعدم تسمية وزارة بعينهم تريد هذه الاطراف تسميتها في بعض الوزارات حتى في اعتراض على بعض الوزارات التي تخص والحقائف التي تخص رئيس الجمهورية يعني وفقا للمعلومات لدينا عبد الربو منصور هذه لديها ارباح وزارات سيادية في تحديد وزارة الداخلية هناك اعتراض على تسمية شخص بحد ذاته هو يعني استمرار تسمية الميسر مثلا في وزارة الداخلية يعني يعتبر ان تنفيذ اتفاق الرياض او بنود احد بنود اتفاق الرياض بانه يتم تشكيل الحكومة اليمنية من الاسماء التي لم تتورط في الازمة السابقة يعني احمد الميسري من الشخصيات التي تورطت في تلك الازمة غير الميسري لكن هل هناك شخصيات اخرى لم تتورط سواء في الجانب هذا او ذاك الكل متورط في هذه الازمة لا اعتقد هناك اسماء جديدة جدا بالنسبة للمجلسة الانتقالية هاني بن بوريك ليس في الحكومة اليمنية في تشكيلة الحكومة ولا عيدروس الزبيدي ولا مدير عدن شنال سائع هذه كلها تم استبعادها على فكرة لا يمكن اصلا ان يقبل وان يكونوا وزراء اساسا في ذلك ميرون ربما اكبر من ذلك لكن عموما هذه النقطة بالتحديد كيف يمكن ان نستغلها ان يستغلها حتى التحالف العربي من اجل توحيد الصف اليمني لمواجهة الانقلاب الحوثي والذهاب نحو القضية الاساسية هذه القضية هي قضية ثانوية في الاساس القضية الاساسية هي انقاذ اليمن ككل من عدن الى صعدة من المهرة الى ميدي من هذه الميليشيات الحوثية هذه ربما تبقى كمرحلة ثانية ينظر اليها اليمنيون ستحل خلافاتهم بعد الخلاص من ميليشيات الحوثي لكن ما هو واضح الآن ان كل القوى اصبحت تتصارع فيما بينها وتركت الحوثي يعوث فسادا في الارض نعم صحيح الحل الوحيد المطلوب من التحالف العربي في الوقت الحالي هو الضغط في اتجاه اعلام تشكيل الحكومة وتوحيد القهود لمحاربة الحوثيين لكن المشكلة هو ان الاخوان المسلمين والالة الاعلامية الضخمة فيها هم من يقلقوا له هذه التحركات كيف الحل اذا؟ الحل هو الخروج التحالف العربي والاعلان رسميا وتسمية الشخص المعرقل لتنفيذ اتفاق الرياض حتى يتم تعليق ولماذا إلى هذه اللحظة في نظرك لم يتم تسمية من المعرقل؟ انا اتوقع بان المملكة العربية السعودية ماسك الخيط من المنتصف لا تريد ان يقال او التحالف لا يريد ان يقال بان التحالف بدأ يأكل حلفاء وابناءه لا يريد ان يمنح الملشيات الحوثية ثغرة للتوسع اكثر او يعني في هذا الاتقاه فهو يعني اعطى الفرصة الاوسع لان ينتهي حتى اخر يعني لان يكون هناك اكثر وقت من المشاورات من الحوار السياسي وهو اعتقد سيكون في اخر نهاية هو من سيتدخل وفرض ذلك ربما الاخبار مبشرة لان مستشار رئيس الجمهورية تحدث بان الحكومة ستعلن قريبا وان الاسماء تم الموافقة عليها وكل هذه الامور لكن منفى صحيح الاسماء جميعها الاسماء كلها على طاولة الرئيس عبدالرب منصر هذه لكن المشكلة في من حوله في مكتبه في نائبه فيه يقولونه لا يعني اوصوا بانه لا يتم الاعلان عنها الا الا بعد ان يتم الاخوان المسلمين دراسة كل تلك الاسماء في التزامن مع ان ينفذ المجلس الانتقالي القنوبي الشق القانب العسكري من تنفيذ اتفاق الاربياض هنا المشكلة فقط في ادارتي ونائب الرئيس ليس المشكلة في تأخيرها الآن ربما هناك تحولات في البيت الابيض وصول ادارة جديدة من الديمقراطيين ربما الحوثيون وربما اربابهم ومنهم اولياء نعمتهم في ايران يراهنون على الادارة الجديدة وبانها ربما ستخفى الضغط اكثر مما كانت تعمله ادارة ترامب هذا التحول في الادارة في البيت الابيض هل لها من ضلال على الازمة اليمنية من يراهن على الولايات المتحدة الامريكية فهو اعتقد انه هذا من الغضاء السياسي الولايات المتحدة الامريكية لديها مؤسسات وهناك نموذج واحد لحكم منطقة الشرق الاوسط او للسيطرة على منطقة الشرق الاوسط اللهم ان كان ترامب كان وقحا في سياسته وكان عنيدا وكان قويا جدا وكان صريحا وكان لا يخشى الحديث الدبروماسي لكن الفترة القادمة هناك يعني الولايات المتحدة الامريكية تعمل على انشاء ازمات ادارة الازمات في المنطقة من اجل التربح من اجل ان يبطل وطن العربي وكله في صراعات يعني حتى في الوقت الحالي مثلا في المهورية اليمنية الحرب في اليمن الولايات المتحدة لن تحل المشكلة بل ستسعى بان يكون هناك لا حرب ولا سلام وبالتالي ستنشئ ازمات جديدة وستزيد المعاناة الانسانية في اليمن الولايات المتحدة لا يهمها مثلا الاستقراء مثلا ان تنتهي الازمة اليمنية او ان يكون منطقة الشرق الاوسط ينعم بالامن والاستقراء لان تواجدها يهمها وكذلك ايران موجود يعني سيكون هناك بعض التوازنات الصغيرة مثلا تقوية ايران تقوية بعض الملشيات المتواجدة مثلا الاخوان المسلمين وبعد ذلك يعني هناك عمل ادارة ازمة وهناك لعبة الامم تقودها الامم المتحدة من البيت الابيض لا يمكن المراهنة عليها ولكن الافضل والحل الاسلم هو ان تكون قويا في منطقتك هو ان تفرد قوتك لكي تحترمك الولايات المتحدة الامريكية لا بد ان يكون لديك القرار السيادي والسياسي الاول لا بد ان تكون مسيطر على وهذا لا بد على الحكومة اليمنية ان تستغل هذه الفترة اردت ان ادخل هذا الموضوع بالتحديد وعلاقته بتسريع تشكيل الحكومة اليمنية وايضا الحكومة الشرعية وانتقد اوضحت ذلك بما فيها الكفاية الان موضوع اخر ومحور اخر هناك احباط عمليات تهريب تتم في الساحل الغربي ما اثر ذلك على الميليشيات وما هي اخر ربما العمليات المحبطة وهنا دعني اشرك معنا العميد نجيب ورق مدير امن محافظة الحديدة اهلا بك عميد نجيب اهلا بك عميد نجيب اذا بين الفينة والاخرى تعلنون عن عمليات احباط لتهريب ما جديد هذه العمليات اهلا بك عمليات اخر ومشاركين والمستمعين في سنة اليمن اليوم وحقيقة هناك تحاول وتنسيط كبير ما بين سيادة الانية والسيادة التي تفوجها وسيادة القوات المشتركة في الساعة القربي سواء المطاولة الوطنية او المطاولة التهمية او رقوة في العمالك وهنا التنسيط كذلك بينهم بدون المحجزة الأمنية من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المواطن وتوجد قدماته في المدينيات والمحظمة على الزجاج الساحل الذي ينتجد تتريبا من المخاء الى الهريدة أكثر من مئة ومئة 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 التنسيط يستمر في مسافحة التهريب سواء عن طريق البحر او الضرق ونحن لكم سنعكم أن طلب يومين آخر حملية تم إحداثها وتحريبها والميليشيات الحوتية الميليشيات الحوتية حاولت مرارا وستقرارا سواحا في الهجمات الحصيرة وفضلت تحاول بكل جهودها وبشدة الوسائل وبالزرع الخلايا والمهربين والمجرسين من أجل زاجات الأمن واستقرار في تلك المدينية ولكن دائما تهوء بالفشل دائما يا أخي الأبيض أن التساتف والنحمة الوطنية والكرتز العديو الرئيسي والميليشيات الحوتية أجناب إيران يجب أن يعلم الكل أنهم متواجد في الصحة الغربي القوى الضائبة تحمل كلها تحت جهاز المشطة سواء القوات المشاركة للتطاع أو أجل زي الأمنية بالتجارة لا يجب أن نشتر جهود الأفوى في قيادة التحادث المذكرة بالأقوى في المملكة العربية السعودية ودولة العمارات أما العربية الشديدة والأسس بعد التوابير وما يسمى بالتوابير الخامس والمتسئين هذه الأيام والذين يسألون إلى جعزة فالأمن والإستقرار في المدينة المحضرة ويحملون أشياء بعيدة كل من بعض أما تقال أنا عن سلكها أولاق وهي تقسيم مدينة المقا مدينة المحضرة من المحافظة الحديقة إلى محافظة واحدة تحت ما يسمى محافظة الصحة الغربي ومن أسس أنهم يدون فقفين والسياسيين يتداولون هذه الأشعاعات العلامية المعرضة التي لا تقدم الجبهة من أي جهة من المستفيد من المستفيد من هذه الشائعات ومن ورائها عميد نجيب من المستفيد من هذه الشائعات ومن يقف ورائها هذه 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 استخدم المنشاة الحوثية ونحن نستخدم كناتكم نقول لهؤلاء أننا لن نسمح من أجلد الذي تريد أن تشكى الصف المدينة المحضرة ولن نسمح للتنوات التي تشيء لكيادتنا السياسية ولكفوة العشقاء في التحارف وتلك التنوات المأجورة هي محروفة ومحروف اتخذ المن من كلا هذه المباقة الإعلامية يجب أن نركض على الأشياء الأمنية ويجب أن نركض على وحدة الصف وأن نكون نحنة وطنية واحدة وأن الأدو الرئيس من الميليشيات الأولية فيما أن كل نعمل اليوم فاعد كلاسة وصوات المشاركة سواء النمية المقاطلة أو الأجلد المهمة المهمة المهمية سواء أجلت الأمنية المشاركة المهمة 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 وكذلك نحن نعمل سنة كيدي الواحدة صباح بنيل لمحاربة التهريب وصوف لك أي تهريب يتجه الميليشيات الحيوطية والناصر قريب ودائما الناصر هو حليف أبناء الوطن الجمهوري الإمامية المدينة لا يستمون إلى الشلالية المنطقية الإمامية الكاريسية ودائما هم غير مراتقيين ولا أنصرين أبناء الجمهورية المويلية والأبناء الوحدة عقل عزيز عميد نجيب أخيرا فقط أود أن أسألك تحرير هذه المناطق الشريط الساحلي المحرر كيف حرم الميليشيات إلى أي مدى حرم الميليشيات مما كانت تستفيد به من ربما ما تهربه عن طريق البحر وما تمولها به إيران عزيز صالح نعم أنا سألتك عن مدى الأثر أثر تحرير المناطق الساحلية الشريط الساحل المناطق المحررة كيف حرمت ميليشيات الحوثي من جزء كان مهما من ما يهرب عن طريق البحر عن طريق إيران لهذه الميليشيات من أسلحة وغيرها يجب أن تعرف أن قوات المشتوكة تحريرها 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 إلى أدريني وعادي المنطقة الحساسة إلى رأس العارة تمثل نقطة حساسة جداً كانت تستخدمها للمنطقة الحوثي في صباح جنيه من أجل تحرير الأسلحة والأجمة من إيران والطادمة من حقوق المعارضة لدول التحارف وللقيادة السياسية الممكن للجنبورية الإيمانية أن التعكم الإسراكيجي الأمني الذي حصل الآن بالمديرية المحررة وعلى أجباد الصحيحة الساحلة ليس بالسهل ويمكن أثر كبير جداً في حلمان الميليشيات الحوثية على فترة طريق بأجل إجازها بأي سواء أجلها أو غيرها ثالثة استفادية كبيرة ولكن من أسف الاستفادية الاستفادية السويد هي من بذلك هذا الشيء الآن التهنئي يكون عن طريق المنافذ المعروفة سواء عن طريق الحدود مع سلطرة أمان أو مع المهرة وكذلك أن الدقون أن طريق القطور الأسليمية وأنهم متحكمين ما زالوا في ميناء وفي رأس إيسا وبالسليف ويقومون بالسليف في هذه المناطق على مرأة ومسمى من وجود الأمم المتحزة الحديد أما على أن تجد المدينة المحررة سيحدث الحودي والدليل على أدالة ضمت أكثر من شخص سواء أنطلق قوة خطة سواء أو أنطلق القوة الأمنية أو أنطلق الشرطة الأسكرية التابعة لأنهيك المتعاومات المتواجدة في الساحل العميد نجيب أحمد ورق مدير عام شرطة محافظة الحديدة وعضو الفريق الحكومي كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعود إليك أستاذ محمود وإن كنت قد أطلت عليك ربما موضوع التهريب الحاصل ضيفي حتى أشار إلى منافذ أخرى يتم التهريب منها كيف تقرأ أنت هذا الملف هل تستفيد منه كثيرا الميليشيات الخوفية نعم أولا بالنسبة للعمليات التي تقوم بها القوات المشتركة وتحبط التهريب الحوثي أو التهريب الإيراني إلى الميليشيات الحوثية هذا قليل أو نقطة من بحر الذي يعني لا يؤثر كثيرا وإنما يكشف حقيقة مهمة وهو يكشف أن الميليشيات الحوثية يعني تتلقى الدعم والتمويل العسكري من إيران ويكشفها ويفضحها أمام العالم الحقيقة الأخرى والمهمة بأن القيادات الحوثية وعلى رأسهم محمد عبد السلام أنشأ مئات الشركات الوهمية الاستيرادية والتصديرية وفي قطاع النفس وقطاع الأموال شركات كثيرة يعني مئات الشركات تعمل على تهريب المخدرات تعمل على تهريب الآثار تعمل على تهريب الأموال تعمل على تهريب الأسلحة الصواريخ الباليستية الطيران المسير يعني هناك شركات وهمية كبيرة جدا أنشأتها الملشيات الحوثية تعمل في هذا الإطار ولهذا من الصعوبة جدا أن يتم اكتشاف هذه الكم الكبير من التهريب ولو إيقاف مثل هذه لا بد من التنقيب عن هذه الشركات ووضعها تحت قائمة المراقبة والعقوبات الدولية أو من يديرها من يدير تلك الشركات وهناك أيضا طرق أخرى يعني مثلا دول مقاورة تتسهل جدا مع الملشيات الحوثية هناك منافذ كثيرة جدا الملشيات الحوثية تعمل على تهريبها هنا ما زال الميناء موانئ الحديدة تحت سيطرة ملشيات الحوثية وهناك الكوارث التي تتم من هناك تحت رقابة الأمم المتحدة وهذا يثبت فشل اتفاق استيكولم وهذا أيضا يعيد مثلا المبعوث الأممي الآن يحرك ويهدد لإبرام اتفاقية أخرى شبيهة باتفاق استيكولم هنا على الحكومة اليمنية أن تثبت لهم بأن اتفاق استيكولم فشل ولو هناك حديثا آخر مثل مسودة الإعلان المشتركة الشبيه باتفاق استيكولم على الأمم المتحدة أن تنفذ أولا اتفاق استيكولم وتسلم الموانئ الحديدة إلى قوات خبر السواحر اليمنية لأبناء اليمن لأبناء الحديدة وليس للملشيات الحوثية ليتم التهريب الأسلحة إليها مدل السلاح والمخدرات ومزادة المعاناة الإنسانية في اليمن الأصدر محمود الطاهر الكاتب والمحلل السياسي كنت ضيفي شكرا جزيلا لك شكرا دائما وبدلنا شكرا لكم أنتم مشاهد الكرامينما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابع غدا حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر